اشتركوا في القناة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء في أفغانستان واعتزاز جلالته بكافة المشاركين في عمليات الإجلاء والإغاثة وكل من ساهم في نجاحها وقال سموه إنما تفضل به سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله من إشادة بالجهود النبيلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تنفيذ توجيهات جلالته الإنسانية المتواصلة داخل البحرين وخارجها له أكبر وسام نتشرف به ونضعه على صدورنا وتقدير عظيم من شخصية وأقامة عظيمة كنا ولا نزال وسنظل نتعلم ونسترشد بها في جميع أعمالنا والمهام المناطة بنا فجلالته حفظه الله القدوة والمثل في التضحية والعطاء من أجل هذا الوطن وخدمة الإنسانية داخل وخارج البحرين وقد طهر هذا جليا في العديد من المواقف واللحظات التاريخية والكوارث والأزمات التي تمر بها الشعوب والدول الشقيقة والصديقة حيث يحرص جلالته على مد يده البيضاء للجميع انطلاقا من مواقف جلالته الراسخة وقلبه الكبير وحتى نالت البحرين والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الإشادات والجوائز العالمية في الشان الإنساني والإغاثي وذلك بتوفيق من الله عز وجل ومن ثم بفضل هذه التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وقال اسم الشيخ ناصر بن حمد بأن هذه الإشادة والتقدير السامي من سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله تجعلنا أمام مسئولية كبيرة بأن نضاعف الجهد والبذل والعطاء ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا في أعمالنا والمهام المناطة بنا وأن نكون عند حسن ظني سيدي جلالة الملك المفدى دائما من جانبه رفع الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رفع اسم آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على ما تفضل به جلالته من إشادة بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في المساهمات الإنسانية المتواصلة للمؤسسة لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء في أفغان الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر